موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة حلويات ناجية اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد وانتمنى ان الاعجاب لكم اليوم جيت نشاء الله نشارك معكم بطريقة لي كي انا كنحضر سلو ولا صفوف ولا كل واحد انا كنقول لي سلو هذا الشيء جيت نوريكم بطريقتي انا كيفاش طلب الى واحد الاخت اللي طلبت لي باش نحضر ليها سلو وكذلك الشباكية قد تعرف الوصفة لي انا كيفاش تنحضرهم وانا اليوم ان شاء الله لبيت لها الطلب ديالها وانتمنى ان ترى هذا الفيديو وانتمنى ان تجربوا وانتمنى ان تجربوا وانتمنى ان شاء الله في الفيديو وانترى المراحل كلها لانترس بها كي انا حضرت بها سلو اول حاجة سوف نحمر الطحين والمكونات عندي هنا تقريبا كيلو وثمانمائة جرام رطب اضع طبصيب حلقة وانتدخل الفران وانتدخل الفران وانتبقى كل خمسة دقائية وانتمنى ان نحركه وانتمنى ان نحركه وانتمنى ان تحركه بالنسبة للشخص بالنسبة للشخص يأخذوا واحد ويضع طحين ويضع طحين ويضع الطحين وانتمنى ان تحمر الطحين وانتمنى أنه يperform الحديث ايضا افضح كثيرا ويعطيق انتمنى على مدتقلي وانتمنى ان حرقه وانتمنى ان أرى اذا اخدتوا كيفية فانتمنى ان الكوارات لانتمنى انها مستطيع اضربه وانتمنى ان نضبعه وانتمنى ان نتعجبه وانا تضربه وانتمنى ان لا يصبح سوف نستخدم حمر اللوز وزنجلان كيلو ديال اللوز اللوز هذا اللي انا كنشريه هكذا يعني منقي ناضي يعني ما فيش تعب يعني كجي واجد هذا بالنسبة الناس المعقازين بحالي كناخد زنجلان هو كنستعمل كيلو كندينه ماك دفت بيصلات كل حاجة كندينه في طبصل اليلة بوحدها وقد ندخلهم الفران كنحمرهم كندخلهم نحمرهم في الفران على واحد عفية لي كتكون مهيلة انا كنشعر الفران على 140 دراجة يعني خاصة تكون عفية ناقصة وكنخلي متابع لخطرهم بالنسبة اللوز قبل ما ندخله الفران كندلي واحد تقريبا انا دلت واحد معلقة ديال زيت المائدة وكنحاول نخلطهم بحالة شكل هذا يعني كيجي بحالي قليته في الزيت فاش كدوله زيت هذا وكتدخلي الفران كيجي حسن قليلتها تقليف الزيت ونستهلك كمية قليلة بحالة كدولة الفران استعملت هنا 100 قرام زريعة الكتن من بعد حمرتها في الفران وخليتها تحتها بردات ونضوز سنتحنها سنتحنها بشكل جيد حتى نحصل لها بودرة لا تستعملوا كمية كثيرة في سلو من زريعة الكتن حتى تغلب على هذه المكونات دائما استعملوا بالنسبة للناس يبغيها بحالي بما انها صحية لذلك 100 قرام زريعة الكتن من بعد حمرتها نضوز سنتحن نضوز سنتحنه سنتحنه بشكل جيد نضوز معي نضوز وكذلك زينجلان سنتحنها بشكل جيد سنتحنها بشكل جيد ونضوز هذا الشكل لا تستحنون الزنجلان تشكيل هذا كما اشفت معي المراحل لكي نكون هذه المكونات كاملين لكي يكون السهل الزنجلان من بعد ما طحنته واللوز من بعد ما طحنته كما اشفتوا انا قلت لكم استعملت كيلو دي اللوز و اخذت كذلك و احضر 400 قرم هذا ليزاموند كونكاسي حمرته في الفران باعدة حمرته بلا زيت يعني اخذته و حمرته بحالة تشكيل هذا 100 قرم اللي قلت لكم زريعة الكتان من بعد ما طحنتها على هات الشكلة كما اشفتوها يعني الليينتها مزيان كذلك يعني هي صحية بزاف لديت نحاولو ندخلوها شوية في الاكل دينا لانه هي في بزاف دي المنافع صراحة ولكن حاولو ما تكتروش فيها بزاف في سلو كذلك غد نستعمل هنا واحد جوج معالقة كبار دي القرفة القرفة لانا دقيتها عليه بالنسبة لهذه القرفة الغليضة هذي اخذت لكم حاولو ما تتحنوهاتي في المونينيكس لانا تقدروا تتحركوا من المونينيكس حاولو تستعملوا هذه القرفة هذه الغليضة يجعلوها غير طياب والبستيلة والبحرقة عندي هنا جوج معالقة كبار دي النافع البلدي وكذلك شوية الملح عندي واحد المعلقة معالقة مع مراش صغيرة لتعالقوزة ونقصت واحد زلافة من هذه الزنجلة التي انا حمرت وكذلك عندي واحد زليفة انا صغيرة لتعالقوزة وعندي هنا 400 قرام 300 قرام سكر غلاسي ما عرفت شوية 400 قرام وعندي هنا الزبدة والزيت اللي حطت هنا الكاس وباقي سنستعمل جوش كيسان الزبدة والزيت الزبدة والزيت لديك الكوارات فيه الزبدة سنستعملوا اي حاجة نشفة نواشف كلهم سنخلطوهم جيدا اللوز والزنجلان حبت زريعة الكتان يا ربي هذا النواشف كاملين سنخلطوهم جيدا سنحاولو نخلطوهم مع ذلك الدقيق مع ذلك الدقيق في ذلك النشا يعني تحاولو تحيدوا هذه الكوارات كاملين بشكل سلو ولا صعبت عليكم بحل دبال قضية و شو عندكم الكوارات كثيرا في هذا الشي ديلكم خدوا شبكة اللي يكونوا عندها العيون دينا شوية واسعين وحاولوا تديروا هاد سلوه هكذا وتوقعوا تغربلوا فيها توقعوا بحليك تغربلوه وكتعتكم واحد يعني واحد الخاريط اللي كي يجيب مزيئة ومحلقة كما اشتوني انا كدرت تدرسوا واحد الشبكة ودبوسوا فيها كاملة ولا شغربة اللي عندكم من بعد كان ضيف ذاك اللوز المهرمش وكذلك ذاك زليف ذاك الزنجلان هادك المعلقة ذاك القوزة النافع متقوق القرفة كذلك متقوقها من الاحسن هاد الموض هادو من الاحسن تاخدوهم على يديكم وتطحنوهم يعني كتكون في واحد الريحة اللي غغزالة بزاك وكتكون في واحد الريحة اللي هي مجهدة يعني كتطاني واحد ماداق رائع في سلو دينا بالنسبة لذوق اللي كتشلوهم يعني القرفة والنافع يعني متقوقين انا عندما احتمدك انا بعدها انا كنت احضر على تجريبتي الخاصة انا انا كنت افضل بالنسبة لتوابي لكلهم كيعجبني ان ناخدهم وانطحنهم على يدي وانت يعجبين شمد ذاك الريحة انت احضرهم هكذا اللي قوية هكذا كتعجبني في صراحة في كل شيء في العطرية في النافع في القرفة من بعد ما خلطتهم مزيان مع هادك اللوز والزجلان ده بغن نضيف سكر غلاسي بالنسبة للزجلان حاولوا تستعملوا اسكر غلاسي يعني ان سيكون بغن وتكون خلطة مع هالنشا مت يكون شحلو يعني كنتين لديوا شرحة من سكر غلاسي يعني ان لا يكون شغلين لا يكون شحلون بزجاف انا لا يكون شوى السكر غلاسي العادي بالنسبة للعناس و من المتفضل يجدون تهمها و من المتفضل يجلس لها عادي و اما يخلطوها بشوية العسل و يجدون نسبة قليلة لديها الاسكر و هذا ما قلت من سكر لأنها لا يكون جميلة لهم لتحييجون الشهوة و سأضيف الكاس الزيت و الزبدة كما رأيتم معي و سنحاول لتخلط جيد نضيف الزبدة وزيت لطلقه من الشاشة نضيف الزبدة وزيت زيت المائدة من الأفضل تصخنوه يغلي يتوصل لنسبة للغلايين أبخي تخلي واحدة كيبرد هو اللي كتتستعملوا في سلو ديالكم و ازبطركم عافين طريقة يعني كتدوبوها و كتحيدوا من هذا كل ما و هذا كل رغوة ديالها و عاد كتتستعملوها بش هكت سلو ديالكم كيبقى واحد مدة طويلة يبقى و ما تخافوش منه يضيع بالنسبة الناس اللي كييروزية العود انا ممتفقش معهم و اكتري لكتنسبة ديال زيت العود دكة زيت العود الحارة يعني المجهده يعني كتخلي واحد الماداق في سلو ما كتحسو ماداق ديال القرفة بدك النافع و دك المكونات اللي ندرناهم ما كتحسوش بيهم لكن عندكم زيت العود حلو تقدروا تضيفو احد الكمية اللي هي قليلة يعني ما تضيفوش ما تفوتوش نص كاس يعني كاس ديال العنبا ما تفوتوش من الاحسان ما تفوتوش من الاحسان تحاولو تغليوه مزيان بشكل كتخلو دك الرائحة دياله و تخليوه حتى يبرد و عاد تضيفوه ما بغيتوش نستعملو غير الزبدة و الزيت كيف ما انا قدرت انا كتري كنستعمل في زبدة و الزيت العا ايضا كنستعمل كما قلت لكم و كنستعمل سلو ديالي كنستعملو في البوات و كنستعملو في تلاجا نستعملو حتى المدة سانة ولا كثير من سانة كيبقى بحالي عدرتوه و هكذا كننعجنوه مزيان بحالك كيف ما كتبوني انا كنعجن بشك تخلطنا المكونات ديالنا مزياف انا عندي هذا البانيو و أعطاني الحمورية في سلو بلي اللون كحل خلع عني دباشت كنصور معاكم الفيديو غلاط تخلعت شفتوك حل مي هو رمجاش كحراج اللون ديال و من بعضها في انا دفيساليتو و هذا بغى ان شاء الله سوف نسمح لكم شكل نهائي ديالو كيف ما شفتو معايا الفيديو تتبعتو معايا المراحل المراحل ديال الطريقة كيف ما انا كنوجد سلو والسفوف كما كيقولوا بزاف ديالناس ولكن هو معروف عليه يعني سلو يعني انا اللي كنا نعرف في سلو نتمنى في صراحة الطريقة ديالي تحجبكم متنى الاعجاب ديالكم من بعد ما كملتو بتخلاط هدا دريشتو هكذا في هذا المول هذا ديال الكيك و زوقتو هكذا بشوية اللوز اللي حمرتو و نتمنى في صراحة هاد الفيديو كما اخدت لكم اعجبكم متنى الاعجاب ديالكم و ما تنسونيش بلي كومنتر ديالكم و لو عندكم اي اسئيلة ولا اي حاجة كتخص الميدان ديال الحلويات ولا اي حاجة ولا اي حاجة بغيتوها خليوا كذلك غير رأي ديالكم خليوها في كومنتر و ما تنسونيش باللايكات تزويني ديالكم و نقول لكم رمضان و بارك سعيد و الله يدخل عليكم بالصحة و العافية و بكل متمنية ديالكم يا ربي و كل واحد بشكيت منا و اللي مريض اللي شافيه و اللي يحقق اي طلب لأي واحد و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و دمتم في رعاية الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد انشاء الله